أنا رحت الإيت اللي هو صدر قرار من رئيس الجمهورية بهم حوالي 17 واحد قرار بمن؟ بالعفو عنهم اللي هو محمد مرسي أيام الرئيس الأسبق محمد مرسي أعفى عن؟ بس هنجلها بعدين أعفى عن 17 واحد منهم أربعة محكومة عليهم بالإعداء لأنهم محسوبون عليها قالوا له فين وعدك؟ لما أنا عملت بعد كده وعملتهم معاملة بقى السجين العادي أو النزيل شلت كل الميزات اللي هي تخالف القانون منعت الخلوة الشرعية عملت حملة تفتيشية شو أزت بالحملة التفتيشية قبل أن نتابع؟ الحملة التفتيشية دي يعني عمارة عن زباط وقوات بتنزل مفاجأة على السجن تقوم بتفتيشه وحضرتك جلت بنفسك على بعض العنابل أيضا أنا قبليها رحت شفت دي شو وجدت؟ فأنا وجدت الموضوضة فعرفت أن في مخالفات جوه ده أنا تشفت أقراص مخدرة منشطات جنسية أنا عملنا الحملة دي كانت النتيجة أن تم زبط منشطات جنسية ملابس حريمي ملابس رجالي دراجات عجل له بتاع دراجة عادية هوائية فيه اللي هو الشانيور السواريخ تلفزيونات وريسيفر طب هوده كيف يدخلوا على السجن؟ يعني دراجة هوائية؟ عشان العالم ما تجدع فيه إشها بتتهرب بس دراجة؟ لا ما بتتهربش ده هي دخلة بناء على الاتفاق على الاتفاق مع نظام السابق طب مدخل شانيور ليه؟ مدخل طب مدخل أسف بشكل شانيور شانيور اللي هو أداب تفحر في الحيطة أو الصاروخ اللي هو بيقطعوا به الحديد وبيقطعوا به الحاجات دي حلل يعني ممكن بيوفروا لهم الأدوات لا يهربوا يعني قاموا آآ وبعدين ملابس حريمي منشطات جنسية رجالي وحريمي بيرشام وأقراص مخدرة وأوقفت كل ذلك إن زبطوا تعملت بقى ضايا